درس النحو الموجهة لتلاميذ الثامنة أساسي والمحور إذن بيعنوان الوظائف الأساسية في الجملة الأسمية المركبة الدرس الأول في هذا المحور بيعنوان المبتدى أو اسم الناسخي مركباً موصولياً حرفياً أو اسمياً انطلق إذن من أمثلة المثال الأول إذن هو الناجح في الامتحان محبوب هذه جملة اسمية بسيطة الناجح في الامتحان محبوب لماذا بسيطة؟ لأنها تجتمل على نواة سندية واحدة وهي الناجح في الامتحان مبتدى ومحبوب إذن خبر أو هذا مسند إليه وهذا مسند الجملة الموالية إذن لها نفس المعنى ولكن هناك اختلاف في درجة التركيب كما نرى فإذن الجملة الثانية من ينجح في الامتحان محبوب هذه جملة اسمية مركبة لماذا؟ لأنها تجتمل على مركب موصولي ولماذا إذن اعتبرت أو لماذا تكون إذن الجملة الاسمية مركبة عندما تجتمل على مركب موصولي لأن المركب الموصولي كما نرى يجتمل على صيلة موصول على صيلة موصول إذن من اسم موصول؟ وهذه صيلة موصول ينجح في الامتحان كما نرى الجملة الموالية علينا الرضا بالغرامة هذا طبعا وهذه الجملة ماخوذة من النص الموجود في كتاب النحو الخاص بالثامنة أساسي يعني يمكن أن تجدوا هذا النص علينا أن نرضى بالغرامة هذه جملة اسمية بسيطة تقدم فيها الخبر كما نرى على النشط المبتدى لماذا؟ لأن الخبر مركب بالشر إذن علينا خبر متقدم كما نرى وأرضى بالغرامة مبتدى وهذه جملة اسمية بسيطة كذلك لأنها تجتمل على نواة نستدية واحدة وهي إذن المسند والمسند إليه المسند والمسند إليه إذن هذه الجملة نجعلها مركبة عندما نقول علينا أن نرضى بالغرامة لماذا أصبحت مركبة؟ لأنها اجتملت على سيلة الموصول سيلة الموصول هذه إذن هي عبارة عن كما نرى إذن مركب إسنادي إذن فعلي مركب إسنادي فعلي علينا إذن أن نرضى إذن هنا إذن علينا أن نرضى بالغرامة فإذن أن حرف موصول إذن ونرضى بالغرامة سيلة موصول إذن القاعدة هنا إذن هي يريد المبتدى مركبا موصوليا فتكون الجملة مركبة لأن السلة تكون مركبا إسناديا هذا بالنسبة للجملة المركبة في سنة الماضية طبعا تعرفنا على الأشكال الأساسية للمبتدى في الجملة البسيطة وقلنا إن المبتدى يكون مركبا إسميا إما مركب إذن إضافي أو عطفي أو نعتي أو ما إلى ذلك لكن هذه السنة إذن كما نرى إذن في الجملة المركبة يمكن أن يكون المبتدى مركبا موصوليا حرفيا أو إسميا كما أرأي نمر إذن المسألة الموالية في هذا الدرس وهو إذن كان الذي ينجو بنصف رياله محظوظا كان الذي ينجو بنصف رياله محظوظا إذن كان إذن ناسخ فعلي والذي ينجو بنصف رياله عفوا اسمه وكما نرى هنا اسم ناسخ الفعل إذن ورد مركب موصول إسمي ومحظوظا إذن خابره محظوظا إذن خابره محظوظا إذن هناك نقطة هنا لابد إذن من بيانها كما نرى إذن هذه جملة اسمية مركبة مسبوقة بناسخ فعلي اسم الناسخ إذن الذي ينجو بنصف رياله وقد ورد مركب موصول إسمي وخابره إذن كما نرى يعني مفردة لعل في إمكانك أن تفوق أقرنك لعل إذن ناسخ حرفي في إمكانك خابره متقدم وأن تفوق أقرنك اسمه وقد ورد مركب موصول حرفي كما نرى إذن هذا إذن موصول حرفي أو حرف موصول وإذن بالنسبة للذي والتي وما يعني تفرع عنهما كما نعلم هو اسم موصول إذن يرد اسم الناسخ مركبا موصوليا حرفيا أو اسميا لأن الصلة تكون مركبا إسناديا إذن نستطيع الآن أن نقول إذن أن نقول إن المبتداء أو اسم الناسخ إذن يمكن أن يرد في الجملة المركبة كما قلنا قبل حين مركبا موصوليا حرفيا أو مركبا موصوليا اسميا لأن الصلة تكون كما قلنا إذن مركبا إسناديا نواصل إذن ليس جديرا بالمرئ أن يخلف وعده ليس جديرا بالمرئ أن يخلف وعده ليس ناسخ فعلي وجديرا بالمرئ خبره متقدم كما نرى هنا أن يخلف وعده إذن أن حرف موصول ويخلف مع وعده إذن سلة موصول سلة موصول كيف جاءت هنا مركب إسنادي فعلي في السلة الموصول يمكن أن تكون كما رأينا مركب إسنادي فعلي وكما سنرى يمكن أن تكون كما سنرى مركب إسنادي اسمي كما سنرى بعد قليل في اعتقادي أن المبلغ زهيد في اعتقادي خبر متقدم لأنه جار مزرور أن المبلغ زهيد إذن اسمه وإذن كما نرى هنا أن حرف موصول وهو في ذات الوقت ناسخ حرفي والمبلغ زهيد إذن اسمه المبلغ اسمه اسم هذا الناسخ وزهيد خبره وإذن كما نرى هنا مركب إسنادي اسمي هذه الصلة سلة الموصول إذن وردت مركب إسنادي اسمي فإذن القاعدة يكون المركب موصول الواقع مبتداء أو اسم ناسخ يكون مركبا موصوليا حرفيا يتكون من حرف موصول مع سلة موصول هذه السلة الموصول يمكن أن تكون فعلية أو اسمية ويكون مركبا موصوليا اسميا يعني اسم موصول مع سلطة الموصول وسلطة الموصول تكون فعلية أو اسمية نمر الآن للتطبيقات نمر الآن إلى التطبيقات السؤال الأول هو استخرج المركب الموصول للواقع مبتدى أو اسم ناسخ في ما يلي وعين نوعه وعين نوعه سعيد من كانت المشوارة مذهبة من جد وجد على الصبية أن يستعد للمولد من الصبية من يعود بثلث ريال لعل منا من يتفطن لتحيي المؤد كان الذين ينجون من سريالهم قليلين ثم من كتم صديقه نصيحته فقد خان نفسه إذن هذه المركبة المسطرة جعلناها إذن في جدول هذا الجدول أمامكم الآن إذن المركب الموصولي من كانت المشوارة مذهبة إذن مبتدى مركب موصولي اسمي سيلة الموصول هنا مركب سنادي اسمي من جد إذن مبتدى مركب موصولي اسمي ونوع سيلة الموصول مركب سنادي فعلي أن يستعد للمولد مبتدى مركب موصولي اسمي وإذن نوع السيلة هنا سيلة الموصول يعني مركب سنادي فعلي كان الذين ينجون من نصف ريالهم اسم ناسخ إذن فعلي وإذن بالنسبة للشكل الناحي مركب موصولي اسمي وبالنسبة لنوع السيلة مركب سنادي فعلي من كتم إذن جملة الأخيرة من كتم صديقه نصيحته مبتدى مركب موصولي اسمي إذن ونوع السيلة مركب سنادي فعلي التمرين الموالي إذن تمرين الموالي حدد نوع الإسنادي في ست الموصول التي يجتمل عليها المبتدى واسم الناسخ ليس جديرا بالمرئ أن يخلف الموعد هنا يخلف الموعد هي صيلة موصول وقد وردت مركب سنادي فعلي صار من الثابت أن الإنسان وطئ القمر الإنسان وطئ القمر صيلة موصول مركب سنادي اسمي من الصبية من يعود بنصف رياله يعود بنصف رياله صيلة موصول مركب سنادي فعلي كان الذين ينجون بنصف ريالاتهم قليلين ينجون بنصف ريالاتهم إذن صيلة موصول مركب سنادي فعلي في اعتقادنا أن المبلغ زهيد إذن المبلغ زهيد صلة موصول مركب سنادي اسمي نمر الآن إلى التمرين الموالي وهو عوض ما سطر عوض ما سطر إذن عوض ما سطر بمركب موصولي المحسن إلينا يأتينا ليلة المولدي فإذن المحسن هو المسطر هنا وبالنسبة إذن لنشتم التعويض نقول من أو نقول الذي من أو الذي يحسن إلينا يأتينا ليلة المولدي ثم من واجبنا من واجبنا الاحتفاء بالمولد النبوي الاحتفاء إذن هذا المشتق نعويضه نقول من واجبنا أن نحتفل بالمولد النبوي ثم إن من باب التعفف في إحجام المؤدب عن أخذ ريالات الصبية نعوض إذن إنشتم إحجام بكما قلنا إذن مركب موصولي فنقول إن من باب التعفف في أن يحجم المؤدب عن أخذ ريالات الصبية ثم تمرين يعني عكس هذا التمرين وهو إنشتم عوض 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 ما سطر بالمشتق المناسب كان الذين يعني هذا التمرين يعني مثل التمرين يعني هو مخالف يعني عكس التمرين السابق يعني عوضنا قبل قليل إنشتم المشتق بمركب موصولي والآن نعوض المشتق بمركب يعني نعوض إنشتم المركب موصولي بمشتق وهذه الأسلة تأتي كثيرا في الامتحان كان الذي ينجو بنصف رياله سعيدا كان الناجي بنصف رياله سعيدا إذن هذا هو المشتق وهو إذن الناجي الناجي عوضا نقول كان الذي ينجو بنصف رياله سعيدا جملة إذن اسمية مركبة تصبح جملة إذن اسمية بسيطة لأننا حذفنا إذن ينجو وهو الفعل من حافظ القرآن لا يصاب في نصف رياله أقول الحافظ للقرآن لا يصاب في نصف رياله إذن والجملة إذن بقيت إذن كما ترون إذن مركبة لماذا لأننا نجد إذن هذا الفعل يصاب كان من عادة المؤدب أن يجري امتحانا ليلة المولد كان من عادة المؤدب إجراء امتحان ليلة المولد فهذه جملة اسمية كما ترون مسبوقة بنسخ فعلي من عادة المؤدب إذن خبر متقدم إجراء امتحان ليلة المولد هذا إذن اسم كان وهذه جملة بسيطة بعد أن كانت يعني جملة مركبة أصبحت بسيطة نمر الآن إلى آخر إنشتم تمرين وهو حلل الجملتين التاليتين اعتمادا على الصندوق الجملة الأولى إذن في الناس من لا يريد إنشتم الخير إذن كما نرى جملة اسمية مركبة هذه جملة إذن جملة اسمية مركبة وهذه الجملة تتكون من خبر متقدم مركب الجرجار ومجرور هنا وتكون مبتدى مركب موصولي اسمي هذا إذن اسم موصول وهذه صلة موصول مركب اسنادي فعلي إذن هذا مركب فعلي يسمونه والفاعل إذن مستتر وهذا مفعول به ثم آخر جملة إذن وهي ليس للملكي أن يغضب ناسخ إذن ليس ناسخ فعلي للملك إذن خبر متقدم إذن جار ومجرور بطبيعة الحال إذن جار ومجرور يعني يتكون من هذه ألا هنا جار إذن وهذا مجرور وأن يغضب اسم ناسخ مركب موصولي حرفي أن إذن حرف موصول ويغضب صلة موصول مركب اسنادي فعلي هذا بالنسبة لدرس اليوم أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم إذن وإلى اللقاء في درس اللاحق إن شاء الله شكرا